شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخاططات السلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه مؤكدا رفضه التهجير القصرية لأبناء الشعب الفلسطينية جاء ذلك خلال استقباله بمقار رئاسة بمدينة رامالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة